قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع مما يؤكد توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة والشركة فايزر وخلال لقائه في محطة ABC News في فلادلفيا دافع ترامب عن طريق التعامله مع أزمة فيروس كورونا وأكد أن اللقاح قد يكون جاهزا لتوزيعا قريبا وأضاف نحن على وشك الحصول على لقاح إذا كنت تريد معرفة الحقيقة ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغداء والدواء وجميع الموافقات ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع قد يستغرق الأمر ثلاثة إلى أربعة أسابيع وكانت وسائل أعلام أمريكية قد قالت أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها طلبت من حكومات الولايات أن تستعدى لتوزيع اللقاح على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر شكرا